موسيقى 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 رجعنا مرة تانية ونكمل معاكم فكراتنا في نهارك سعيد ولسه الأحداث السياسية مزالت سريعة مستمرة متغيرة كل يوم بيعطي على مصر بيبقى فيه أحداث سياسية جديدة لكن آخر حدث هو اللي يعني طغى وسيطر على الأجواء كان طبعا أحداث يوم الجمعة اللي فاتت في ميدان التحرير أزمة النائب العام تراجع مؤسسة رياسة مرة أخرى الأحكام اللي صدرت ضد قضايا قتل الثوار وأخيرا طبعا اللجنة تأسسية للدستور وعضاء اللجنة تأسسية للدستور والبنود المفروض الاستفتاء عليها والقراءة الأولى للدستور فكل دي طبعا مواضيع مهمة جدا لازم نهاردة نحاول أن احنا نتكلم فيها كلها وبينورنا كاتب صحفي أستاذ رامي إبراهيم سبع الخير أهلا وسهلا يعني عمورة فرحة يعني يمكن كان مفروض نتكلم على أحتسل الجمعة على أساس أنها أهم حاجة لكن أنا معلشش لأهمية ولتزاقة الموضوع على ما كان على طول على اللي حصل المرح بالليل أو النهاردة الصبح وهو صدور المسودة الأولى للدستور علشان موجودة هيروتسة أونلاين للقراءة العامة أو للجماهير يعني هي تسليب ولا هو صدور رسمي يعني هل ما شايفينه أونلاين ده هل ده حاجة رسميا طلعت من اللجلة التأساسية لإطلاع الجماهير عليها رسميا لكن دي ليش نسخة نهائية هي دي نسخة رسمية لكن طبعا واضح جدا من ركاكة بعض الصياغات واضح جدا من الارتباك والتعديلات واضح جدا أنه دي ليش نسخة نهائية دي زي ما هم مسمينها قراءة أولى للدستور واضح أنه لم يتم الأخذ بأي اقتراح من اللجنة الاستشارية لللجنة التأسيسية اللي شكلت من عشر شخصيات يعني إيه بقى مشكلة هيفيندم وإيه ملاحظات حالتك عليها عشان خطر يعني أكيد أنا أعتقد أن كتير من الأستاذ المشاهدين هيحتاجوا وقت علشان برضو يفهم الموضوع لسه محتاج وقت لكن طبعا أول أول ملاحظة أنه فيه مشكلة كبيرة في السياغات فيه مشكلة كبيرة فيه سياغات في بعض المواد لا تليق بدستور مصر ولا تليق بدولة أنا دولتي مش قدام النصوص الحقيقة لكن يعني نتكلم بشكل عام لكن نأخذ بعد كده بشكل تفصيلي ممكن في مرات لاحقة بعد ما تكون أصبحت متاحة وكمان والناس لازم تشارك ودي مسألة مهمة جدا أن الناس لازم تشارك وتقرأ وتفهم كل سياغة من دية معناها إيه وهتؤدي لإيه ما فيه منطق يقول أنه في بعض النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة تكون مترجعة عن دستور وحدة 70 بعد الثورة قامت علشان تحقيق الحرية مش ممكن أن الدستور يتكلم أنه لا يجوز إغلاق الصحف إلا بقرار كذا كذا فأتاح فرصة إغلاق الصحف مش ممكن أن حقوق المرأة تبقى مترجعة عن الوضع اللي وصلت له ونكتب في مدى 36 صياغة عامة جدا ومبهمة جدا وتفتح المجال قدام قوانين تصدر بعد كده تضيق على المرأة وتنتزع منها حقوقها اللي أخذتها من سنة 56 من دستور 56 وإلى حتى الألفينيات وحتى التسعينيات وكان فيه زي من خلع وغيرها من القوانين الأساسية اللي كانت مهمة جدا طبعا في الحياة الدستور يعني هذه المسودة الأولى محتاجة فحص ومحتاجة تطقيق ومحتاجة مراجعة ومحتاجة نقاش عام ومحتاجة تغيير ومحتاجة أن كل قوى المجتمع تشارك في صياغتها ولازم نبقى عارفين أن الدستور ده هو العقد الاجتماعي اللي هنمشي عليه سنوات قادمة لو لم يكنش فيه توافق عليه يبقى أشك أنه يستمر ده من ناحية فيه لازم الأعضاء لجنة أساسية الدستورية تفقوا على البنود وأهمها طبعا بنود الخاصة بالحريات وبالمرأة البنود السبع بنود اللي عليهم فعلا المشاكل الأساسية بالنسبة بقى المواطنيين اللي حيتم استفتاءهم على الدستور هل حيتم ده بشكل على مثلا كل نص على حدة ولا الدستور بالكامل بقى زي الاستفتاء اللي فات نعم قيل أنه هيتم الاستفتاء على كل باب يعني أنه كل باب هيتم عليه الاستفتاء الواحد يعني معنى أنه بس هو كله في يوم واحد يعني في نفس اليوم وهيبقى فيه عندنا المواطن بيأشر بأوافق أو لا أوافق على كل باب مفرد هذا لسه مش مؤكد لكن هذا ما قيل يعني هذا ما قيل مبارحة بس اسمعنا قبل كده في لجنة نظام الحكم ودكتور جمال جبريل قال أنه أكد أنه الاستفتاء هيتم على الدستور بشكل كامل ما قيل يعني هو واضح أنه لسه ما استقرروا على حالة لجنة نظام الحكم يعني فيها في مشكلة كبيرة بين دكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم وبين رئيس الجماعية التأسية المسترحة المغرياني لأنه مقدمين اقتراحات وتم عليها تعديل جوهري في لجنة السياغة بناء على تدخل من رئيس اللجنة رئيس الجماعية المسترحة الغرياني وده عمل مشكلة كبيرة مع هيئات قضائية مهمة ومحترمة زي هيئة قضايا الدولة وزي النيابة الإدارية لأنه انبارح شفنا اجتماع هيئة قضايا الدولة يشيدوا بموقف دكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم ويهاجموا موقف المتشرد الغرياني طبعا سحبوا أصلا من الاجتماع معاه اعتبروا ان فيه خصومة شخصية معاه اعتبروا ان هو بيستهدفهم بالشكل الشخصي نتيجة مسائل شخصية وبالتالي احنا قدامنا مشكلة كبيرة طيب الشكل الأمثل يا فاند يعني في رائع حياتك كصحفي متابع وقياسا بالتجارب التي شفناها قبل كده في انتخابات البرلمانية ثم الاستفتاء على الدستور ثم انتخابت مجلس الشورى اكيد الشكل الأمثل لاستفتاء الشعب المصري بديمغرافيته بفروقاته الشديدة جدا وبأمية كبيرة جدا في الدستور يكون ازاي يعني كلما جزقنا الدستور يعني لو تمت لو قدرنا بس ده شبه مستحيل ان يبقى فيه استفتاء على مدى مدى ده يكون افضل لكن خلينا نعترف انه نادرا ما فيش حالات في العالم حصل فيها حصل فيها استفتاء على مدى الدستورية وكانت النتيجة لا لانه في النهاية اولا نسبة المشاركة بتبقى منقفضة جدا لانه الناس غالبا بتبقى مش فهمة ودي بقى مشكلة النخبة ليس قادرة توصل للناس اهمية الدستور واهمية كل نص فيه غالبا بتطلع النتيجة نعم غالبا الناس بتوافق وخلاص لكن عشان كده فيه اهمية كبيرة للمنقشات دلوقتي فيه اهمية كبيرة للوصول لصيغة محكمة حيائية تقدر انها تلبي مطالب الثورة على الأقل طب لو رجعنا بقى مرة تانية وبعيدنا شوية عن الدستور لحد ما تخرج النسخة الأخيرة من الدستور وأحداث الجمعة الماضية في مدان التحرير رأي حضرك فيها ايه هي اللي حصل لي من الجمعة كان مأساة يعني مش ممكن حد يتصور انه بعد الثورة نكرر ما كان يفعله الحزب الوطني حتى الحزب الوطني كانش بيعمل كتب يعني الحزب الوطني كان بيخجل انه يدفع أعضاء والاعتداء على المتظاهرين فكان بيجيب بلطجية يعني كان بيجيب بلطجية يطلحهم من الإقسام ويقول دول مواطنين شرفاء بيحبوا رئيس مبارك لا ما فيش كانش في طرف تالي دول مواطنين شرفاء بيحبوا الرئيس مبارك ما عجبهمش ان فيه تفدد الرئيس مبارك فقرارهم يعتدوا على هؤلاء المتظاهرين ده السناريو الجنب يتم مثلا مع مظاهرات كفاية مع مظاهرات المعارضة من 2004 لغاية اندلاع الثورة لانه في النهاية هيتقابلوا في البرلمان هيتقابلوا في حوار سياسي فما يصحش قولوا احنا ضربينكم بارح يعني لكن في الحقيقة انه دولة الحزب الحاكم بالأ نزل اعضاءه شرطات مكتوبة عليها حزب الحرية والعدالة نزل يضربوا الناس بشكل واضح وفي نفس الوقت رموز الحزب على وسائل الإعلام بيقولوا من قال من دول مننا نعرى تثبيته منين لما ساعة سبعة كتروا عدد الشباب وتداعى شباب الثورة عبر تويتر وعولة بتاعه ونزل بقى فيه آلاف واصبحت يعني في هذه المعركة السخيفة والدامية والمحزنة للقلب هزموا شباب الحرية والعدالة يعني لو استخدمنا تعبير مثلا كرة القدم عليها فطلعوا يتكلموا بقى يقولوا شبابنا بتضرب في التحرير لا نقبل وهنبلغ وكان فيه أمر برضو كان أحد التصريحات أنه فيه أمر بينسحبهم بالتحرير يعني من نص ساعة كان ملناش شباب في التحرير أصلا ملناش شباب تعملين قال اسبتوا دولة بلتجية دولة طرف تالت بعد نص ساعة بقى شبابنا بتضربوا واتفاستنا بتتحرق يعني الحقيقة المظهر اللي حصل اليوم الجمعة مشهد مؤسف ما فيش منطق أن أي حد يتظاهر ضد الرئيس أو ضد الحزب الحاكم في تضرب ما فيش منطق ما حدش هيقبل دوت ما حدش هيقبل أن يعتداء على المعارضين لأنهم معارضون ما حدش هيقبل فكرة أنه الناس يتضربوا في مدان التحرير لأنهم بيتظهروا أو أنهم بيرفعوا لفتات أو أنهم بيرددوا هتفات بتقول أنه إحنا بنقول الرئيس عمل وعد قدم وعود في مئة يوم حقهم اللي عايز يرد عليهم يرد عليهم لكن يدعو الأول يعني يخترع حجة لمظاهرة في نفس المكان في نفس التوقيت وكذا ينزل ما يشبه الميليشيا تنزل تضرب المعارضين دي يعني ولا الحقيقة حسس من إمبارح أنه فيه إحساس بالخجل يعني اللي يتابع تصريحات قيادات الحرية والعدالة وقيادات الإخوان إمبارح يحسن فيها ما يشبه الاعتذار الضمني يعني إمبارح كل التويتات كل الكلام على الفيسبوك كل التصريحات حتى الرسمية في التلفزيونات وكذا في كلامة أننا رفاق ثورة واحدة وإخوة النضال يعني فيه لغة فيه إحساس بالخجل وحسب معلوماتي أنه شباب الإخوان نفسهم هم اللي ضغطوا واللي دوت وهم المعترضين ويطلبوا بمحاسبة مين اللي خد القرار دوت ومين اللي قال أننا ننزل في المكان دوت هل فيه مشكلة؟ يعني وإحنا يمكن عشان إحنا نرجع نقول تاني إحنا مع الأسف ويمكن دي حاجة محزنة إحنا في سنة أولى ديمقراطية في بلد زي مصر ولكن يعني ربنا جازل كان السبب يعني بس في الآخر هل فيه فعلا عندنا مشكلة حقيقية في تقبل الآخر نمر واحد نمر اتنين في الممارسة السياسية أو في التعاطم الممارسة السياسية بحيث أن أنا اختلافي معك سياسيا لا يعني العنف نمر واحد ولا يعني أن يجب أن يكون هناك فائز والفائز يجب أن يكون بالأفعال وليس بفرض القوة لا فيه عدم فهم لفكرة أن الديمقراطية معناها أن الناس بتحكم ونناس بتعارض يعني أنا شغلتي أنا معارض شغلتي أن عارض أنا دوري أن أبين السلبيات للتوصيل الأحساس أريد ساعدك أنا دوري أن أقومك دوري أن أنتقدك علشان لما تيجي انتخابات في معادها أكسب أنا يعني أنا دوري هي الديمقراطية كده هوت وأن أنت بتحكم أنك تدافع عن أدائك وتقوم أدائك وتستفيد من الانتقادات اللي جاية لك مش اللي بيعارضك دوت تشتمه ولا تضربه يعني فيه مهزلة بتحصل بتاع فكرة الكتائب الإلكترونية اللي قادة تشتم المعارضين دي مسألة في الآخر بيبقى الرد الهتفات اللي كانت في التحيير ضد قيادات الإخوان لأنه في النهاية خلال نفتكر اللي كان بيعمله حزب الوطني لما كان جريدة روزا اليوسف بالتحديد لما كان روزا اليوسف بتطلع تشتم المعارضين يعني سب وقصف صريح ما كانوش بيردوا على روزا اليوسف كانوا بيردوا على جمال موارك لأنه فهمين أنه هو ده اللي جايبهم ففي النهاية أنا مش هلت لما أشغل الكتائب الإلكترونية اللي في الدنيا كلها تشتم في حمدين صباحي ومحمد البرادعي وجورج إسحاء وحسام عيسى لما هي دي وظيفتها في الدنيا أنه ناس بتتلقى مرتب سهري علشان تشتمهم أنه يكتب تعليق ويبدو كأنه مواطن ملوش علاقة ببتاع في النهاية الناس سترد بالهجوم وبالهتفات على رئيس الجمهورية وعلى مرشد الإخوان وعلى الناس ستعمل كده حريك تقول أن رد فعلي يوم الجمعة اللي فاتت كان فيه شعور كده أو نوع من الخجل لدى الإخوان المسلمين بدأت تستشعره مبارح من التصريحات الأخوض كان موجود لحد مبارح كان فيه نفس العجرافة لكن بدأت مبارح بليل بدأت أشعر أن فيه تغير فيه تغير تاني يعني ما قدرش أقول أنه ممكن يبقى له تأثير في الفترة الجاية على الأحداث السياسية لا في الآخر في بعض الثراغ وعلى بعض الثواف مع القوة السياسية الأخرى كل الأطراف تتعلم يعني في النهاية لما تجتمع أكتر من 30 قوة سياسية ويقولوا أننا قررنا قطع العلاقات السياسية مع الإخوان المسلمين مش هنعود معهم مش هنتحور معهم مش هنتكلم معهم محدش لدنيا ممكن يحكم لوحده يعني مصر أكبر من كده بكتير في النهاية كل الأطراف تتعلم اللي في الحكم والي في المعارضة كله بتعلم وكله هيصوب أخطائه مسألة محتاجة وقت لكن خلينا نتفق أنه ما فيش تخوين ما فيش تكفير ما فيش اعتداء ما فيش عنف ما فيش إرهاب ما فيش عنف اللفظي يعني فكري زي ما أقول سبب المعارضين وقصفوهم وتوجيه الاتهامات ليهم والخوض يعني دي مسألة غير مقبولة ليه يعني مش ممكن أنه واحد أنك تعرض مثلا منصب نائب الرئيس على معارض زي مثلا حبدين صباح فرفض أنا معارض أنا معترض أنا في المعارضة فتحول بعدها إلى في كل النقائص وتجتمه طول النهار والليل ما ننفعش ما فيش حد في الدنيا ممكن يحكم بالطريقة دي ولا الشعب أصبح ممكن يضحك عليه يعني الناس فهمة كويس قوي أنه ما فيش أنه أنت بتعمل كده قوة ليه فاهمين كويس قوي كتابة الإلكترونية دي خلاص الناس بقت فهمها لأن الحزب المطنحية هو اللي بدأها في الناس فهمين طيب دح رجاء باي بقى للنقطة الأهم وهي أن كل هذه الأحداث سواء أزمة النائب العام سواء أزمة يوم الجمعة سواء المظاهرات سواء حتى التصريحات المستفزة من الطرفين في الآخر حصل زي يقوله مش هنقول إلهاء ولكن هنقول أن شوية في تعتيم على النقطة الأهم وهي أن في متابعة الشعب أصبح هو المراقب وأساسا الداعي لزهور أو نزول مظاهرات يوم الجمعة كان لمحاسبة الرئيس عن برنامج أو خطة الميت يوم اللي لم تحقق بشكل بس مش كامل لم تحقق تقريبا فخياني كانت بقى بشكل واضح الشعب سيظل يراقب هل كل مرة الشعب زي ما قلنا تاني هيعبر فيها بمراقبته الشعبية عن نظام الحكم وعن الإدارة وعن مطالبه التي لا تنفذ سيقابل بهجوم وبدفاع مستميط أمياني ما حدش هيقدر يعمل كده يعني فكرة أن الناس تنتقد ضعف الأداء وفشل خطة الميت يوم وأنها ما حققتش أي إنجاز ونسا تنتقد دوت وتنزل كتائب تضربه ما حدش هيقبل ده ما حدش هيعرف يحكم بالطريقة دي ما فيه صورة حصلت في البلد فيه صورة حصلت في البلد لازم الناس يقفهم دوت اللي بيحكم لازم يقفهم دوت إن الناس مش هتقبل ما حدش هيعرف يحكم بالطريقة دي كان الأفضل أنه يقول آه فعلا أنا أخفقت لأنه في الحقيقة ودي حقيقة ما فيش حد كان يقدر يعمل لها حاجة في المئة يوم فيش حد يقدر في مئة يوم يحل مشاكل المرور ولا الأمن ولا الطاقة ولا الوقود ولا الخبط ما حدش يقدر يعمل دوت النظافة ما حدش يقدر يعمل دوت يبقى الخطأ كان في الوعد من البداية فخاني ينفع أنه يطع حد يقول والله أنا غلطت فعلا أن أنا قدمت وعود بشكل غير مدروس أن أنا قدمت وعود يعني في ملفات محتاجة وقت أكتر من كده لكن ما ينفعش أن أنا أقول والله أنا حلتها من نسبة 70% 80% 90% يعني أنا بمتحن وبصحح لنفسي وبعلن نتيجة وبعمل أنا كل حاجة واللي هيعترض هل نظر نستضرابه مش حد في وشعب من حقه أنه يعبر عن رأيه أين كان من حق كل قوة سياسية من حق كل قوة سياسية نتعبر عن نفسها من حق كل الناس أن هي تعلن أراءها أنها تنتقد توجه الاتهامات مدام في إطار القانون في إطار الدستور صحيح التعامل مع الأزمات في الفترة اللي فاتت بأشكالها وأنواعها والتصريحات اللي سمعناها عن الإنجازات المفترضة أو المفترض أنها تمت في الميت يوم اللي فاتت بيخلي البعض بيشوف أن الرئيس دكتور محمد مرسي محتاج أنه ينظر المستشاري بعين الدقة أنا أشك أن أنا أشك أنهم مستشارين بجد يعني خلينا نكلم بشكل واضح في النهاية في عدد من المستشارين مالهمش مكاتب أصلا في الرئاسة مالهمش ما بيروحوش يعني في النهاية ده مستشار يعني لوقت ما نحب نسألك نسألك وفي الحقيقة وأسست الرئاسة في كل العصور بتستعين ويفترض بأفضل الخبرات والعقول في كل مجال يعني لو أنا عايز عندي مشكلة معينة فأنا بستعين بأساس الجامعة خبراء يعني دي مسألة وردة ومتاحة في كل الأوقات عندنا أربع مساعدين ليهم مكاتب بعيدا عن مقار الرئاسة بعيدا عن قصر الاتحادية وبالتالي وأنا سماعة الحقيقة من واحد منهم أنه عنده شعور بالتهميش وعنده شعور أنه المسألة شكلية جدا في مشكلة ولكن مع ذلك تتم محاسباتهم محاسبة رئيسية عن خصوصا في موضوع النائب العام ومن قبلها حل البرلمان وعزة البرلمان وحنتكلم على مستشارين القانونيين والقضائيين وهما دول اللي كانت تم توجيه لهم محاسبة وهما دول أول ناس مدون ذكر أسائية بس شمان هم ناس قال لك لا أنا مستشاره في الشؤون السياسية ولا مش عارف شؤون إيه مريش دعوة بالحاجات دي وطبعا ده كان يعني تصريح أعتقد أنه كان أثار جدل حصل تبادل اتهمات بين المستشارين وبين مزراء وحاسن كان رمي التهم في نهاية أنا مريش دعوة في ناس لازم تستقيل يعني يعني خلينا نقول أنه هذه الأزمة للحقيقة أسوأ ما فيها أسوأ ما فيها أنه أسائل طيار كنا ننظر إليه وكانت كل القوى الوطنية تنظر إليه بنظر التقدير واحترام جدا هو طيار استقلال القضاء يعني طيار استقلال القضاء قام على فكرة أنه القضاء في مصر غير مستقل اللي محتاجين تعديلات تشريعية تعيد له استقلاله وأنه في تدخل من السلطة التنفيذية وكانت فيه وقعتين تاريخيتين دايما يستند إليهم هذا الطيار وقعت مسبحة القضاء في نهاية الستينات ووقعت اعتداء متظاهرين على دكتور عدل رزاق السنهوري في سنة 54 فتمر الأيام وهذا الطيار حين يصل إلى الحكم يحاول تنفيذ مسبحة للقضاء والإطاحة ببقى عدد من رؤوس أو القامات القضائية على رأسها النائب العام ثم يهدده وخيالهم لما يحبوا يهددوه ما يلاقوش في سكرته بغير وقعت السنهوري فسقط هذا الطيار مع الأسف الشديد أخلاقين وسياسيا في الشارع لأن الناس ما بقيتش نصدقهم يعني أنتم كنتم تتكلموا على استقلال القضاء وقتم تصلوا للحكم أنتم اللي تحاولوا تنفيذ ما يصبح للقضاء وانتم اللي تهددوا بتكرار حادثة السنهوري يعني ده نتيجة في غاية السلبية لأنه في النهاية لما نطلع بعد كده بقى حد يقول استقلال القضاء مين هيصدقه تاني فالحقيقة أن المسألة محتاجة محاسبة محتاجة الناس اللي هددت النائب العام والناس من رئيس الوزراء يكلم النائب العام ويقول له ما تيجي بيتي وانتم شاب قهوة قهوة إيه وخصوصا أن لم يتم نفيه ده النائب العام ولم يتم نفيه ده النائب العام مش مفترض مش مفترض وانتم شاب قهوة عند حد ولا شاب شاب ياسمين عند حد سريعا جدا فانتم هنرجع للجزء الخاص بنا إحنا الأعلام ودور الأعلام والإتهمات المتكررة للأعلام في كل حدث بيحصل بأنه هو اللي بيشعل الأزمات وهو اللي بيبتكر إشاعات المفروض مؤسسة الرئيسة تتعامل إزاي مع الأعلام الرسم يعني مؤسسة النائب الرئيس قال أنه الإعلام هو اللي أشعل الأزمة وأنه النائب العام لم يقل ولم يستقير وانا عندي نص قرار الجمهور بتعينه سفير في الفاتيكة مشان عندي أنا بس يعني ده موجود طلع في البريدة الرسمية لا أتام رد على دوت والأحد الصحفيات وكان ردها واضح وصالح يعني فكر التحميل الإعلام ونتصور أن احنا كده وتحلينا المشكلة يعني فكرة أنه سيد نائب الرئيس وهو شخص بيلعب دور مهم جدا في تصويب قرارات وفي تصحيح المصار لكن هنا لقى نفسه في مؤذرة ومدفعنا أخوه اللي هو الحقيقة المتهمة الأول أنه هو الأزمة في هذه الأزمة أنه هو المتهمة بصنع هذه الأزمة للدفاع عن شقيقه الأكبر يحمل المسؤولية للإعلام دي مسألة لا الإعلام هيقبلها ولا حد هيصدقها لأنه في نهاية الإعلام عملي الإعلام نقل تصريحات رسمية ونقل قرارات رسمية في هذه الأزمة حتى لا كان فيه تسريبات ولا كان فيه مصادر ولا كان فيه معلومات خاصة دي تصريحات رسمية كل أطراف الأزمة تكلمت دي أول أزمة نشوفها كل أطرافها تكلمت كل أطرافها كشفت حتى في الوحسات الهاتفية حتى في الوحسات الهاتفية عرفنا إيه اللي حصل فيها كل حاجة فما ينفعش في الأخذ نحملها لا إعلام يعني ربنا إن شاء الله يصدر فترة جاية ويبقى الدنيا أهدى شوية بقى فيه شوية استقرار أكبر الكاتب صحفي أستاذ رامي إبراهيم برشكر حديك جدا شكرا لك شكرا لك شكرا لك مشاهديات دائم نكون مع حضراتكم عالم ناين لايف من خلال نهارك سعيد بنحاول نغطي كل مجالات الحياة وانتظرونا في الفترة اللي جاية كمان حيكون فيه فقرات متميزة جديدة جدا خليكم معنا نهاركم سعيد مسيح ماي مسيح ونشكر دينا أكيد وصباحكم فول سلام